انا مصر على الصراحة انا مصر على الصراحة خلي انكم صرحين لمرة في هذا الكون دعونا نتصارح ونتواجه واجها للوجه عقد النقص مين في هذا الكوكب لا يعاني من اي عقد النقص ما فيه مستحيل مستحيل هذا شيء مش لا يعتبر ايهاني حتى ولا حتى يعتبر مذمه ولا شيء عادي اذا شيء ناقص بدك اتعبيه مثلا انا لما اشعر بنقص تجاه الماء بروح باشرب باشبع مثلا اذا بنت بتحضر مسلسلات تركية جونس هاشي نعي اذا واحد مثلا بتدين مصاري وبسدهم مش هذا ما عندوش عقدة نقص هذا رخيص رجاي عمرك ما طلعت على تركية لا بالعكس والله بتجنن طيب ما سمعت باشي اسم زراعة شعر ايجاني افرات بتعرف لو افتح لك ايميلي معب افرات طيب شو بتستمنى يا زلم تطلع لحالك تطلع لامراج كتير اصلاع كتير مش شوي اه صراحة من زمان اصلاع عادي مبسوطة حالك هيك يعني لا انو عادي يعني لا مش عادي انو احنا بدنا نشتغل بدنا نسترزق يعني بالاول ا بالاخر انت داخل على صارون احلاقة مش داخل على محلمسات طيب طيب اذا بالمساعد مش عارف يكن اسم من وراك طب عادي عايز ركز باللحي بتطلع له غبر عادي ما وراش اركز باللحي انا بالاول ا بالاخر يعني بدي احلق شعر بدي عمل لك دقناك بدي اشتغل الارتين اللي باخدهم منك ازال اه اه كتيرتين وشو رايك اقول ما بانفعل كاشليرتين اصلا بالنقص عقد النقص طبعا تنشأ معانا احنا منذ الطفولة لانه احنا نتربى ونترارع وننمو في هذا المجتمع على برامج كرتون اصلا كلها 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 مبنية على عقد نقص يعني مثلا سالي بتدور عبوها واستلموها ناس وكله نقص بنقص ونقص بنقص ساندريل امها تركتها وهي ضلت طول لهذا وهي تدور عامها وعدنان شاب جاهل عايش بجزيرة ايجا تولينا اللي عمها مخترع الكوكب كله هذا راح دمر المدينة وكل التكنولوجيا اللي فيها عشان يدوروا على ارض الامل ويزرعوها من اول ابو جديد طبعا كانت هذيك الدولة منيها يعني انت خربت مجتمع ويجبتوا لعنده هذا اللي احنا اللي تربين عليه من اهم الاشياء التي تعزز عقد النقص في الوطن العربية المسلسلات والافلام عبدالغفور البراعي في عقدة غريبة عند هذا الشاب بخلف ابنه بقولك ابنه لن اعيش في جلبابي ابي وابحث عن حياتي يزمي ريت الواحد ابوه غني يزمي سيد الله بنتالي كيف وغني وعنده واسطات خلص الافلام يا واحد بيحب واحدة غنية وابوها بيطقع له فهو بيصير بديه يصير غني وبيصير غني عشان يكت ابوها وبيصيروا يجي ترجو مشان الله تجوز بنتنا مش يكت اول عكس فجأة الاب بيكون لا مش مجوزهم مش مجوزهم مش مجوزهم باخر لقطة انا مجوزهم انا مجوزهم شوية منطق ما ومش هيك الحياة طبعا البرامج يعني تعزز عقد النقص من سيربح المليون يعني انتو كلكو فقرة مين في كلها يربح المليون من سيربح المليون قلوا هذا التاني الخاسر الاكبر انا بجيب الناس بخسرها طبعا انا معي مصارب كوكب الاغاني تعال اشبعك حب اشبعك دلال انا عارف انه انت عندك عقدة نقص حب و دلال تعال يا ابن تعال 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 اول مرة بشوف ابني قادم عنده عقدة نقص بالفرح مصطفى كامل لما غاننا اغاني فرحة والله ما اللي بقتله ايه لا فيه حبيبي ارجع لك كده احسن بدناك دكون صادق مصطفى كامل من معجزاته إنه عنده أغنية وحيدة للأطفال بابا فين؟ حتى في هاي الأطفال عم بتدور على الأب بابا فين؟ بابا فين؟ بصراحة في مدرسين كان عندهم عقدة نقص يعني أستاذ الرياضة أستاذ الرياضة عنده كرش ولأنه عنده كرش كان يخلينا إحنا نركض ليش؟ يعني نقصك تطلع فينا ويلا أركض ليف إذا بطبع حتع ليف معنا هو بيكون بيبساخ بدخن فهمت عليك يو مكرش وكل إشي وعادي يفقع له أربع خمس سندوشات وكاسة شاي وإحنا من ليف والله كرهنا الرياضة أقسم بالله أستاذ العربي كرهنا في العربي مش كلهم الله يسهل عليه في أستاذ حببني في العربي في أستاذ الثانيين بصير يسب عليك بكلمات قميء وضيع كان يقول لك هبنقة هبارتقل شو معنى هاي الشخص الذي عايش هيك بما إننا عم نحكي عن المدرسة وبعدنا في إطار المدرسة وما شلفناش عريف الصف عريف الصف عنده عقد نقص عشان نتبهد عشان نروح ويكمل دراسي اليوم نضربوا حس بيكونوا بلعبوا مبسوطين بس إيش بكرا أنا بطلعهم ينضربوا مريض مريض ولك أنت أنت بتجيب علامات يزم لو وزعتها علينا تكفينا شو بدك فينا يزم حل عنا حل عنا يزم أنت علاماتك اللي جبتها في سنة أنا ما جبتهاش بأربع سنين في واحد جايب قال تسعة وتسعين أنا بأربع سنين توجيه ما جبت سنصهم أيوا في العمل فسوى عليك أصلا أول ما بيبدأ بيبدأ فيك أصحابي أنتم المقصودون نبي هتلر الموضوع كله كله نزية بنزية ولك يا هتلر إحنا متفقين بولندا منصصة وبيخش هتلر وقول لك حتى موسكو إلي بالآخر الروسيين يجوا دبكوا عليه ببرلين دبك طبعا زي ما فيه أساب دي عندهم عقد نقص إنتك أطرف الجامعة ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو أنا داخل على العرس إذا ما أنا داخل على بيتكو متأخر يا زمان يعني عشان تكون منطقي يا دكتور إذا تعمد شخص لثلاثة مرات متتالية إنه هو يدخل وراي فأنا بفهمها إنها إهاني إلي فممكن أحرمه ماشي بس إنه إنت قاسي هيك على طول يا زلمي إنه يعني أنا الزلم الحمش اللي بدخل وراي حرمان يقول المثل لا تقن قاسيا جدا فتكسر تخلي واحد زي يعلم عليك في كثير من الآباء عندهم عقد نقص وطلعوها في أولادهم طبعا غير الجمل هاي تبعت أنا كنت أدرس وانا طيار وانا عمري ما نهزمت ولي أربع كتابات في علم الفلك وتتصدقش وابنه بيكون قاعد زي هيك إنه يا أبوي هس بعك والأمور طيبة الريموت خالص الزلم يبسك الريموت يعني هس بده يتحكم في كل الكوكب ولازم يحط على الأخبار والمشكلة كلنا بنعرف إنه الأخبار صراحان فينا وربنا الله ربنا الله يا بمورثاتك أي أنا صارت عندي صرت أحط أخبار ليش ما بعرف كل ما كان فيه مناظر دم وقتل أكثر وهيك بأخبار مقرفة بتعشي هيك بحس دم عم بنزل مني كله منك بعدين أكبر دليل إنه بعض الآباءها لاحظوا كلمة بعض عشان أكون أنا برضو علمي ومنطقي وستوى تسب كل الآباء بعض يعني 99 في العشرة فاصلة دوري أول مثلا ما تعمل غلط أول إيش بيحاسبك فيه بصرف عليك أيوه تتعشن تكون تعشب أمال الله أيوه أعرف أي إنسان في الدنيا بيتعشق وأي أب في الحارة بيطعم ولاده المفروض الفرضية فالإضافة اللي أنت حكيتها هسه أستاذ صراحة هي واجبك مبسوطين أه إلا عن أبوك وهات الريموت حط عيشيني كده يعني أنت لما تحكي لحده يعني أنا فرصة لا تعوض عساس أنك أنت يعني أحد عروض سامح مول الخيالية يعني ولا أنت أنا فرصة لا تعوض يا حبيبتي الثقة هاي تحلي فيها جميلة الثقة هاي بس هذا هبل وينم عن عقد نقص كبيرة جدا وإذا أنت مثلا إمك معلمتك ترى الشباب كلهم زي بعض هوا هويل وبيجي وأبصر إيش بيجي ترى برضو حيجي أحسن منك معبّة معبّة نسوان بعدين هذا الحكي التافه تبعا حب مرة واحدة ولا مش قدر يا حبيبتي ويا حبيبي كمان الحياة كبيرة بتحب مرة ومرتين وتلاتة وبتنخان مرة ومرتين وتلاتة وحكي الهبل هذا سيبوكو منه وعقد النقص هاي سيبك منها تقعد تخذ لزاوي وتعيط وكذا يعني سيبوكو سيبوكو أنا برضو بحكي هذا الحكي لوجه الله أنا ما بدي إيش من هالدنيا أنا بايع الدنيا وشاري لآخرة بس بس بحب أوضح لكو هاي الأمور بس اشتركوا في القناة